وصل رئيس عبدالفتاح السيسي إلى العاصمة الأنجولية الواندا كان في استقبال الرئيس السيسي نظيره الأنجولية وولورنسو بالقصر الرئاسية حيث اجريت مراسم الاستقبال الرسمية واستعرض رئيس حرس الشرف كان المتحدث باسم رئاسة الجمهورية قد أكد أن الجولة الأفريقية الحالية لرئيس السيسي والتي تشمل أنجولا وزامبيا وموزنبيق سوف تركز على العديد من القضايا الهامة تتمثل في سبل تعزيز العلاقات الثنائية في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية وقضايا النزعات بالقارة الأفريقية وسبل تسويتها والتعاون في مجالات التنمية الاقتصادية ومستجدات القضايا والملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك وتعزيز التعاون لبلورة أطر العمل الأفريقي المشترك بهدف دعم عملية التنمية وتعزيز الاندماج الاقتصادي بالقاهرة وقال المتحدث أن المغزى الهام لزيارة الرئيس السيسي إلى الجنوب الأفريقي بالإضافة إلى كونه أول رئيس مصري يزور أنجولا يتمثل في كونه يشكل امتدادا للدور المصري بأفريقيا والذي شهد نشاطا واضحا وملموسا على سعيد القارة بأسرها خلال السنوات الماضية ترجمة نانسي قنقر